وقلت لحضراتكم أن البشرى تكون في الدنيا عن طريق الرؤية الصالحة وهذا ما تحدثت به في اللقاء الماضي الرؤية الصالحة كما قال عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصادقة جزء من ست واربعين جزءا من النبوة وقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قال وما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له إذن الرؤية الصالحة بشارة من الله لعباده الصالحين وبشارة من الله لعباده المقربين وبشارة من الله جل وعلا لمن تقرب إلى الله بالنوافل ولمن واضب على أداء النوافل والإكثار منها وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته تبقى نايم تأتيك البشارة أنك في الجنة تأتيك البشارة أنك في الكعبة تأتيك البشارة أنك تجلس بين يدي سيدنا رسول الله وما أدراكم ما رؤيا الحبيب هنيئا لمن تمتع برؤيا سيدنا رسول الله وفي رؤياه أفراح وعطر الند فواح لما تشوف سيدنا النبي في المنام في أفراح وفي سعادة تغمر الإنسان لأنه تمتع بالنظر إلى جمال وجهه صلى الله عليه وسلم عين رأت عينا رأت خير الورى فتمتعت حتى الإنسان لو رأى من رأى النبي فإنه يتمتع لأن رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتزيد الإنسان جمال على جماله وتزيد الإنسان نورا على نوره لأن أنوار رسول الله من أنوار الله ومن غمرته أنوار رسول الله أضاء الله له قلبه وقالبه وأضاء الله له حياته حتى إن رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفريج للقربات وفيها بشارات بالخيرات صلوات ربي وسلامه عليه كان الصالحون رضي الله عنهم يستبشرون برؤية الحبيب في المنام يعني كم أناس باتوا في حزن وفي كرب وفي هم وفي ضيق وفرج الله حزنهم وأزال الله همهم وغمهم برؤية سيدنا رسول الله ويمكن أنا ضربت أمثلة في المرة الماضية بالإمام البصيري رحمه الله والإمام الغزالي وكثير من الأولياء وسيدنا الشيخ الشعراوي وسيدنا الشيخ عبد الحليم محمود أكرمهم الله برؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يمن علينا برؤية الحبيب وأن لا يحرمنا وإياكم من مطالعة أنواره ولا من مطالعة أخباره ولا من مشاهدة طلعته البهية صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له هذه بشارة من البشارات للأولياء في الدنيا لهم البشرى في الحياة الدنيا وقيل أيضا في تفسير هذه الآية لهم البشرى أي أن الله جل وعلا يعجل لهم بالبشارة في الدنيا حيث يضع لهم القبول في الأرض يعني إيه؟ يعني ربنا يجعل لهم وداد في قلوب الخلائق تلاقي واحد ماشي في مكان الناس تحبه طب بتحبوه ليه؟ لأن الله أحبه ولأن جبريل أحبه ولأن أهل السماء أحبوه فوضع الله له القبول في الأرض قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداء يعني وداء يعني وداء في قلوب العباد إن الله إذا أحب عبدا من عباده نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه يؤم سيدنا جبريل ينادي في السماء يا أهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض أي مكان يمشي فيه أو يذهب إليه تجد قبول بين خلق الله سبحانه وتعالى لأن الله أحبه وأحبه سيدنا جبريل وأحبه أهل السماء من الملائكة ووضع الله له القبول في الأرض في أي مكان وهذه أيضا من عاجل بشر المؤمن أن يجعل الله له ودادا بين خلقه